بسم الأب والابن الروح القدس الإله الوحد أمين نأخذ موضوع بعنوان أعطيني لأشرب المراتي ربنا هو اللي بيقول لأن ديش تياقات إلهية فربنا بيقول عوز أشرب وطبعا أنتو بتوع تأمل يعني وعارفين أنو ما كانش يقصد الميا العادية إنما هي السامرية في الأول تصورت أنو بيكلم عن الميا العادية ويبدو أنها زي حالتنا ما عندهاش بال وطقطان تشرب حد فتزمرت من أول لحظة كيف تطلب مني لتشرب وأنا أمرأة سامرية وأنت راجل يهودي فربنا ساعات يطلب وتلاقونا ما لناش نفس حتى نتجاوب وبعدين يطلع أن ربنا لما بيطلب حاجة هو مش بيطلب لنافسه وفي الآخر لما مشينا مع الحوار طلع أنه هو مش هو اللي عاوز يشرب هو عاوز يشربها بدليل أنه الآخر القصة ما شربش ولا كلم إنما هي اللي ارتوت هي اللي في الآخر قالت له طب ما تديني نشرب من المياه بتاعتك وابتدى الحوار يتعكس فربنا بيبقى مش تاق يدي مش مش تاق ياخد أول قاعدة ياريت الواحد يفهمها كويس ربنا مش مستني مننا ولا حاجة خالص اوعى تفتكر أن الصلاة تفرق عند ربنا تفرق بمعنى هتزوده يعني أو صومك هيزوده أو خدمتك هتزوده الحقيقة ممكن ربنا يعمل خدمة لو كل الخدام بطلوا خدمة غالبا الخدمة ممكن تتصلح وتبقى أحسن كتير قوي إنما هو ربنا طبعا عاوز عياله حواليه ناشي استحملهم لكن ربنا مش محتاج حد خالص لا محتاج حد يصلي ولا محتاج حد يخدم مش محتاج بس هو اللي محتاجه أو اللي بيشتاق له هو عاوز يدي كأب ساخي عاوز يدي فمش بيعرف يدينا غير لما نديله حاجة فهمي ازاي المبادرة دي ببسيطة دي اللي هي الاستعداد إنك تدي ربنا حاجة سوريتافها يعني هي اللي هتفتح لك بقى العطايا الالهية كلها لكن ربنا عاوز يدي مش عاوز ياخدها ففي واحد يحس بزن بفظيع إنه ما صلقش هو ربنا ما نقصش حبيبي لما انت ما صلت هو انت ما شربتش النهاردة هي المشكلة في كده انت ما كالتش النهاردة فانت هفتان تاني يومها تصحى عصبي ومتدايق ومتنكد لأنك ما صلتش إنما منيح اترب بأن الملايكة مش سكتين أجيوز طول الوقت فالموضوع مش نقص صالح عنده يعني وهكذا في كل حاجة لما في المزمور يقول هل أخذ من حظائرك سيرانا وانت فاكر أنا عيني في التران اللي عندك في الحظيرة يا أخ يصبح لله حمدا انت قولي أشكرك يا ربنا بالنسبة لدي زبيحة يعني انت فاكر أنت يعني أنا مستني للطور اللي هتجيبهولي أنا مش فارق معك كلام ده فبداياتا أعطيني لأشرب لما ربنا بيطلب أي وصية في الكتاب أي وصية في الكتاب هي الحياة مش ليه لأن ربنا ما عندوش أي درجة من الأنانية فكرش في نفسك خالص أي وصية في الكتاب لينا مش ليه لما بيقول لك أشكر دي ليك لما يقول لك صلي دي ليك لما يقول لك صوم دي ليك لما يقول لك سامح دي عشانك عشان تعرف تاييس عشان توصل السماء إنما من ناحية ربنا هو مش عاوز حاجة خالص هو ربنا قال إذا كنتم وأنتم أباء تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا الصالح كان بالحرية أبوكم اللذي في السماء يعني أنت كأب لما أولادك يعمل حاجة تقول لكم أنت فاكريني عاوز منكم حاجة أنا عاوز أديكم عاوز أتطمن عليكم أنا عاوز حاجة برضو بولس الرسول يقول ينبغي أن الأباء يدخرونا أو يدخرونا للأولاد وليس الأولاد للأباء عمره مع الصغير هو اللي هيدي الكبير ما بتنفعش ما تجيش كده فأي طلب تطلبه اعرف إنه ده جايد لحياتك مش لأن ربنا محتاجه لأن الفكرة دي بتلخبط دماغنا ساعات نفتكر إن إحنا هنعمل حاجة ربنا ربنا مش محتاج حاجة خالصة وده يخلينا نفهم ده ربنا بيجر كلام بس بيجر خط معنا بيشدنا عشان نبتدي إحنا اللي نشرب إنما هو مش حاوز يشرب حكا زيادا ولجعت امرأة من السامرة لتصدقي ماء فقال لا يسوع أعطيني لأشرب لأن تلاميذه كانوا قد مضوا للمدينة ليبتعوا طعاما فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة السامرية لأن اليهود لا يعاملون السامرية فإيه؟ يعني تهربت من الطلب وقعدت بحجة زي ما بنتهرب من طلبات كثيرة بحجك أجاب يسوع لو كنت تحلمين عطيه طلب فين يا رب العطية؟ من هو الذي يقول لك يعطيني لأشرب؟ أتاري عطية من عطايا الله أنه يطلب مننا حاجة لما بيطلب مننا حاجة بتتفتح لنا نعم وبركات لا حدود لها فأنت مش باخد بالك أن الوصية اللي ربنا بيطلبها دي هتكسبك يعني حاجات كتير جدا فأنت مش باخد بالك أن ده مش طلب ده عطية خلي بالك ما قال لهاش لو كنت تعلمين ماذا أطلب لا لا لو كنت تعلمين عطية طلب ده أنا لما بطلب منك دي أعطيه أنا مطلبتش من غيرك لأنه مين اللي بيقول لك أعطيني لأشرب كنت تطلب أنت منه ليعطيك ماء أنحيا طبعا ربانا يسوع الصليب قال نفس التعبير مرة تاني بس مش للسامرية قال لكل البشرية قال إيه أنا عطشان كل شيء قد كمل يقول لما رأى يسوع أن كل شيء قد كمل يعني خلاص الصليب بيجيب أخره كده لكي يتم الكتاب قال أنا عطشان فكان إناء موضوع مملوء خل فما لو أسفنجة من الخل وضعوها على زوفة وقدموه إلى فمه بس محا مش عاوز يشرب مش ده اللي عاوزه ربنا مش عاوز مخدر يخضر ألامه لا بس أنا عطشان دي بقى بعد ما تقلت مرة للسامرية بقيت تقلينا كلنا أنا عطشان شوف بقى إيه من يجي يشربني طبعا اللي هيشربه هو اللي هيسرب هذه الفكرة اللي هيشرب المسيح ولا هيشرب اللي هيسمع كلامه في نقطة هو اللي هيرتوي هو اللي هيشبعه تعالوا نمشي بقى على كلمة أنا عطشان أو أعطيني لأشرب دي دي اشتياقات إلهية ربنا بيقول أنا عطشان مش تقلي بقى مية إيه البقى المية اللي ممكن ندير ربنا أول بقى مية يفرق مع ربنا قوي كأس ماء بارد يعني إيه يقول من سقاكم كأس ماء بإسمي لأنكم للمسيح الحق أقول لكم لا يضيعكر بمعنى ربنا حط نفسه مكان كل المزلولين اللي في الدنيا إن كانوا فقرة ولا مرضى ولا أطفال ما لهمش حد ولا الأصاغر دول اللي هم التعبنين اللي في الدنيا ودول أكتر من 80% من البشر على فكر الفقر في العالم عدي 80% دلوقت فكتير قوي يعني بيقول من سقاكم كأس ماء بارد كأس ماء بإسمي لأنكم للمسيح الحق أقول لكم لا يضيعكر يبقى لما بيقولك أنا عطشان افهم أن ربنا يقصد أخوك عطشان أنا اللي حاسس بقلب أخوك بقولك أنا عطشان فهينا ده اشتياقات يعني أنا عاوز أحاول أوصل الفكرة ربنا مشتاء لليوم اللي بتنزل فيه خدمة عشان تطبطب على راجل عجوز عشان تقول كلمة طيبة لست غلبانة عشان تدي بقق مية لواحد مريض ربنا مشتاء لدي كالعطشان هو نفسه عطشان هو بيعبر على الملايين من البشر مش عارفين يقوله بيقولها بلسانهم لأن أبوهم لأن هو اللي خلقهم لأن أهل اللي انتوا هتعملوه بأحد أخوتي هؤلاء الأصاغر بي قد فعلته فيبقى هنا اشتياقات الله أنك تسئل غلابة أنك أنت تحن عليه أنك تنتبه لقيمة كباية المية اللي بتعمل طبعا كباية المية دي يعني تعبير عميق قوي من ربنا لأبسط أنواع الخدمات طب كباية المية ولا الكلمة الحلوة صدقني كباية المية أسهل طب ما يبقى كلمة الحلوة غالية برضو طب الطبطبة دي حاجة كبيرة طب السؤال ده حاجة كبيرة قوي طب المشوار طب الخدمة طب الفلوس طب كل ده بقى اطلع من فوق كباية المية كمان فلا يضيع أجر يعني أنا اللي هكفأك حبيبي انت وزع مية ع الناس وأنا اللي هكفأك فاكريني الحكاية اللي حكوها لنا بتاعة الراهب الطيب ده اللي كان بسيط قوي في إيمانه وكان راجل عجوز في دير فاهم شايفينه عجوز فكلما يلاقي راهب معادي يقول له يا ابونا ممكن كباية مية حضر يا ابونا يروح جيب له كباية مية يشربه ويركنه ما شفاء يا ابونا ممكن كباية مية أي واحد معادي فاهم قالوا ده راجل يعني كبر وضخبته خلاص يخدوه على العقر هو بيموت بقى قالوله إيه حكاية كباية المية قال له ما نبي حبكو كلكو زي ولادي وفي وعد إن كل كباية مية لها أجر فأنا عمال أوزع عليكم أجر أنا قلت زود راستكم فكل اللي معادي يطلب ميةه هو طبعا بأدب هيجيب لي كباية المية عمال أجره يزيد معناها حلو لكن هو ربنا طبعا قد كلامه فعلا لا يضيع أجره يبقى لا يضيع أجره فكل خطوة بتخطوها في الخدمة كل تعب بتقدمه بيه فرح ربنا ربنا مش تاء لتعبك مش تاء لابتسامتك للغلبان مش تاء لكرمك مش تاء لزوءك لما تتعامل مع إخوته الأصاغر دي حاجة كبيرة عنده أقول يقول بما أنكم فعلتموا بأحد إخواتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتوا طبعا أحلى خادم اللي يوصل للمستوى ده في التعامل إنه يبقى بيتعامل مع المسيح فقط يعني إيه مالوج دعوة بقى اللي قدامه ده إيه هو خلاص أكوردنج للكلمة دي واخدها بإيمان ربنا يسوع قال اللي هتعمله معاه تعمله معايا خلاص يبقى الطفل ده الحافي ده هو المسيح أول كده اللي هعمله معايا بقى بعمله مع ربنا الرجل العجوز المتعب ده هو ده المسيح اللي هعمله معايا بقى تعمل مع ربنا نفسه كعس الماء البارد ده ياخد أشكال كتير لما كان بوليس حيران في أوروبا مش عارف يخدم في أسيا لسه كان وربنا عمال يقفلها في وشه في الخدمة جاء له رؤية غريبة كده رجل ماجدوني بيقول له إيه أعبر إلينا وأعنا زي أعطيني لأشرب ربنا يسوع ممكن يكون بيصرخ في ملايين من البشر في بلاد ما يعرفوش المسيح بيقول أعطيني لأشرب بيترجونا إن إحنا نبعت لهم شوية مية من اللي إحنا عندنا دي المية بتاعتنا اللي هي الروح القدس اللي في الكنيسة ده أنهار ماء حي عندنا أسرار وعندنا غنى وعندنا قدسين وعندنا سكة السماء عندنا وإحنا قفلين عليها خايف أنها تتسرق والناس بتصرخ أعطيني لأشرب أنا عطشان العالم كله بيقول أنا عطشان بلسان المسيح العالم كله بيحتضر عطشا عشان يشرب نقطة من الماء الحي اللي بيتكلم عنه ربنا وإحنا حبسينه عندنا تاني معنى لما ربنا يسوع يقول أنا عطشان ربنا بيشتاء لمشاعر حب لأن ربنا كله محبة يفرح قوي ربنا بمشاعر الحب أديكم مثل أنتو كلكو بشر قلبوكو حلو وبتحسوا ببعض ممكن تحس في مرة أن شخص كان قلقان عليك قوي في مرضك قلقان بجد ومشغول عليك وبيصلي لك ومهتم وبيسأل عليك كتير الشعور ده فرق معاك قوي مش كده بيتفرق لأنك حسيت أنه حاجة غالي مع أن انت حواليك حبايب كتير بس ده حاجة غالي إذا كنت انت كإنسان تحس بشعور الحب ربنا كإله كله حب يمكن أغلى حاجة عنده مشاعر الحب مشاعر الحب عند ربنا دي حاجة كبيرة قوي السابت الخاطسة المرأة الخاطسة لما دخلت ما بتعرفش تتكلم ما بتعرفش تتكلم الظهر إنما عندها كمية حب جواها كبيرة قوي ربنا يسوع قال كده قال لأنها أحبت كثيرا طلعت منها المشاعر شوية دموع على شعر رأسها على زيت على رجليه حاجات كده يعني تصرفات استفزت كل الموجودين إنما بالنسبة ربنا فرقت معا جدا ليه؟ لأن دي مشاعر حب واحدة تاني ده قالت ده لقت الطيب على دماغه استفزت الموجودين بس بالنسبة ربنا فرقت معا جدا ليه؟ الله يشتاق إلى مشاعر حب ممكن الواحد يبقى في وقفة صلاة مش عارف يقول حاجة بس وحشوا ربنا الشعور ده عند ربنا غالع فرحان بربنا شعور غالي مكسوف من ربنا شعور غالي مشاعر الحب تفرق مع ربنا جدا نفس الكلام اللي خدناه من الصبح ذكرتوا لك غيرت صباك يعني لما كانت بتغير عليه بتغير سخنة في علاقتها بيه كان فرحان بيها الغيرة نفسها دي حاجة جوه القلب هي بردت بقى ورشاليم دي خلاص ما بقيتش بتحبه زي فرقيا وقتنين لما يقوله عندي عليك انك تركت محبتك الاول الحياة لما تقروا اللي قبلها انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك زي الفر كل حاجة ماشية كويس بس في حاجة جوه طفد المشاعر القديمة مش زي اللي قول فقاله نزعلان من دين لانك يتفرق معايا قوي الحماسة اللي جواك والغيرة مشاعر موضوع مشاعر يبقى واحنا بنتكلم عن اشتياقات الله ربنا بيشتاء لمشاعر ولغة المشاعر دي دي حاجة باري بارسونل يعني ما نقدرش نتكلم فيها كل واحد بيعبر عنها بطريقة ممكن تطلع في كلمة ممكن تطلع في دموع ممكن تطلع في تصرف انما هي حاجة جوه الواحد بيشتاء لها ربنا بيستناها شوفوا مثلا شعور زي بتاع بولس الرسول عشان تشوفوا قد ايه الراجل ده كان محبوب مثلا بيقول انا مشتاء ليه اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح زاكة افضل جدا شوفوا بقى لما المسيحي بقعد في السماء وسامع بولس على الارض بيقول ايه اه لو بس يسيبوني اروح السماء ده احلى حاجة طبعا ربنا يفرح بي يعني انت مشتاء تيجي يا حبيبي وبعدين الشعور اللي بعده احلى يقول انا ابقى في الجسد الزم ليه بس انا لسه عاوز افرحه فلما اعود يومين تاني في الدنيا اعمل شغر فانا ملتزم بالشغل بتاعه فانا عاوز افرح اوز اجيب له ناس تاني الشعورين اجمل من بعض بالنسبة لربنا واحد بيقول له نفسي اعود معك الى الابد يا رب يقول له اهل المسهلة يفرح ربنا واحد تاني يقول له بس انا نفسي اجيب لك ناس يا رب افضل في الدنيا اكسب نفوس لك شعور حلوة كله رايح حب الربنا الاتنين احلى من بعض عشان كده بيقول انا محصور من الاتنين تقول بقى يحب فلوسي حب دنيا مفيش حاجات من دي خلاص هي كل المشاعر بقيت مقدسة في ربنا تحب الرب من كل قلبك شعورين احلى من بعض في مشاعر بتبقى جميلة ربنا ممكن يحطها في قلوب ناس تستغربها احيانا بس ربنا بيعمل كذا اشتياقات الله الى مشاعر حب لما يقول عطشت اليك نفسي يشتاق اليك جسدي في ارض نشفة ويبسة بلا ما صدقني لما واحد يصحى الصبح بدري مشتاق يصلي الشعور دي الواحدة عند ربنا يفرق كتير لما واحد يغالب النوم عشان يقعد مع ربنا الشعور دي يفرق مع ربنا كتير لما واحد بيبقى بيزوغ من الناس عشان يقعد مع ربنا الشعور دي يفرق مع ربنا كتير في حاجات ما تتكتبش في كتب ومتتقلش في وعظات بس دي مشاعر ربنا بيشتقلها لان الله حب كله حب فمش حدش هيقدر يفصل له ويقرب منه الا اللي عنده مشاعر حب زي الترتيلة بتاع تخبرني يا يوحنة لان كله مشاعر يوحنة ده فكنت بتحس باي بقى وانت قاعد لزق لربنا يسوع كتا اشتياقات الله الى كلام حب ربنا احنا موضوعنا اعطيني لاشرب تشرب ايه رب تحب تشرب انه هل تقولك انا باشرب حب انا مشروبي الوحيد حب الحب طالع مرة توبة حل طالع تسبيح حل طالع شكر حل طالع خجل حل طالع خدمة حل بس انا مشروبي الوحيد حب باشربه كل الانواع بس هو لازم يبقى حب فزي ما شاعر الحب فيه كلام حل ايه جميلة قوي لما اللص اليمين في موقف صعب جدا وهو بيتعذب على الصليب زي المسيح قال كلمة في حق المسيح قال كلمة محدش مفيش راجل اللي قالها لا من تلاميذه ولا من العمل معهم معجزات في اللحظة دي لما قال ايه لما قاله اما هذا فلم يفعل شيئا المحامي الوحيد اللي اكتشفته يعني في محاكمات السيد المسيح الخامسة حتى لحظة صليبه كان اللص اليمين الوحيد اللي وقفي دافع وبمنتهى الجرأة قال ده ما عملش حاجة غلط ايه خسرانة خسرانة هيموت انما شوفوا بقى لما المسيح للاقي بطرس بيتكلم ولا يحنى بيتكلم ولا حد قادر يتكلم ولا المخلع اللي ماشي بيتكلم ولا المولود اعمى قادر يتكلم ويطلع الحرامي ده يقول فيه كلمة حلوة يقوله قدام الناس وبقى على حس هذا لم يفعل شيئا كلمة حق كلام حب تفرق مع ربنا قدي تفرق طبعا تفرق جدا اللي شاهد للمسيح في لحظة صعبة او وقال له سكرني يا رب قال له طبعا انت المحامي بتاعي لما داود يقول له احبك يا رب يا قواتي ربنا لازم يستنى كلمتين دول استناهم انت يعني مهما ولادك كبره مايفرقش معاك يجي لقى يبعتولك كارت يقولك بحبك يا بابا او مشتقلك مهما كبرته مهما عجزت هيفر معاك الكلام كم وكم مصدر كل حب حب كلامه 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 احنا بنستخسر في ربنا كلامه كلام الحب ما بنقولش كلام حب ساعات كده بنتعامل تعامل جهف يا سخرتي يا قوتي يا حصني يا منقذي دا دا لعبة دا غرام ربنا بيشتقلك كلام بيحب الحاجاتي بيفرح بيها طبعا لما يقول عيناي دائما الى الرب لانه يخرج رجلها من الشبكة مش بس كلامه ومشاعر نظرة العين تفرق مع ربنا سوارو نظرة العين ممكن يشتق لها ربنا يعني في نظرة معينة كده يبصها يعني تخلي ربنا يفرح ويشتق النظرة دي بقى فيها خجل فيها حب فيها اشتياء فيها تضرع نظرات جميلة لان ربنا كل حب فبيشتق لاي حاجة طالع منها حب استياقات الله الى وقت حب انا خدتها من الـ 5 languages of love عارفيني كتاب المشهور بتاع لغات الحب الخمسة موضة كده يعني طلع من كم سنة ان الحب بيعبر عنه بكلامه بيحبر عنه بمشاعر وبيعبر عنه بوقت بوقت الحياة فعلا دي لغة بشرية اصيلة مثلا لقوا ان الاطفال من اكتر لغاتهم في الحب بالوقت يعني ايه يعني ممكن تعمل حاجات كتيرة تجيب هدايا كتير للطفل انما لما واحد يقضي معاه وقت اطول يلعب معاه يحس ان ده بيحبه اكتر من اللي جاب له هدايا فالوقت عند الطفل اغلى من الهدايا يعني احنا عارفين الهدايا حاجة اغلى عنده لكن الوقت يفرق اوي كلنا بيفرق معانا لما تحس اللقصادك فضى نفسه عشانك مديك من الـ quality time بتاعته انت بتقدم شعور حب بالوقت ربنا بيشتاء لوقت حب عمرك لغيت معاد عشان تقعد مع ربنا عمرك لغيت مصلحة عشان تقعد مع ربنا تفرق مع ربنا تفرق اوي انما حياتك ماشية 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 ما انت حايش لنفسك لكن ربنا مشتاء لوقت حب في القصة بتاعت مريم ومارسة ما هي مارسة بتخدمه زي الفل انما مريم مركزة قاعدة تحت رجليه دي مسألة وقت الوقت ده بتاعه مش وقت شغل فرق مع ربنا فرق معها ان هي مركزة وقاعدة الوقت ده بتاعك ما يفعش نشغل بحد غيرك فاول انجيل يوحنى لما لقى يوحنى واندراوس ماشيين وراء ربنا يسوع قال لهم انتوا عاوزين ايه فعلوا له بقى كلمة جميلة قالوا له يا سيد اين تامكس يا معلم اين تامكس طلبه طلب جميله هو انت بتقعد فين؟ عجبه اوي الطلب ليه عجبه الطلب؟ يعني احنا عاوزين نعود معك مش عاوزين هاك لا عاوزين معجزات ولا لينا طلبات مش عملناش هاك احنا عاوزين نعود معك بس ويمكن ما عادوش يسألوا ولا تكلموا ولا حاجة بس عادين معها بس اذا ربنا بيشتاء للوقت ممكن يتحس بالحب بالوقت ممكن للأسف طبعا هتبقى فضيحة لما يتحس بالوقت بالحب الوقت رايح فين؟ اهو حيث يكون كنزك يكون قلبك كنزك في التلفزيون ولا كنزك في البورصة ولا كنزك ربنا يسوع ليلة صليبه توسل الى تلاميذه انه يقعدوا معه انه يدولوا وقت تصوروا بقى لما المسيح له المجد يطلب اكتر من مرة اقعدوا معايا ياه ده احنا بشر بيصعب علينا كرامتنا لما لما نطلب الطلب مرة ومرتين وبعدين مش بنطلب فلوس احنا بنطلب اقعد معايا انا بطلب تعبير حب بسيط انا عاوز وقت ربنا طلب الطلب ده كذا مرة ثلاث مرات وفي الليلة صعبة قوي وقال لهم انا النهاردة غير كل يوم نفسي حزينة جدا حتى الموت ومعنانا هاموت بعد شوية يعني انتو بتودعوني المفروض ما تسيبونيش في الليلة دي خلوني اشبع بيكم وتحسوا بي في اخر ساعات من عمري وناموا وطبعا عذارهم ربنا له المجد لكن شوفوا اشتياقات طلب لما يجي واحد بقى يصهر مع ربنا يعود له مخصوص يعود معايا تحدى طبيعته عشان يعود معايا تفرق مع ربنا طبعا طبعا لما كانوا يصهروا القديسين دول فقال ليهم وان ببشو يعود يا يفقر يعيني وشعره يتشد كده لانه ربط شعره حاجات دي تفرق مع ربنا جدا انا مش بنقول هنعمل احنا كده بس في حاجات تفرق معاه ليه؟ ده واحد مستخصر ينام او حدش قال له لازم تعمل كده الموضوع مش قانون بس هو بالنسبة له ده تعبير حر ربنا بيشتاق الى هدايا حب زي ما كان سيدنا بيحكي لو انت هتهادي ربنا طبعا يتكلم عن هدايا ربنا لنا لكن لو انت هتهادي ربنا ايه اللي ممكن تهادي بي ربنا؟ عنده كل حاجة ساعات كده تيجي تفكر في واحد تجيب له هدية تحتار عنده كل حاجة فمش عابب تجيب له ايه؟ عنده كل حاجة ايه الهدية اللي ممكن تجيبها له؟ الحقيقة اول هدية واغلى هدية اغلى هدية هو انت هما يقول قدموا اجساتكم زبيحة هو اللي عاوز حيوانات ولا ثيران ولا تيوس ولا فلوس تفكرين ربنا مستني فلوس؟ ارخص حاجة في الدنيا ممكن ينطر فلوس مش رغلانا عند ربنا الحاجات دي انما ربنا مستني قدموا حياتكم زبيحة انا رب ملكك كل عمري ليك اعمل فيه اللي انت عاوزه افكار ملكك مش هسيب مخي يطلع وينزل كده مش عاري ليك مش هسيب مش عاري تطلع بره وصيتك لا حقك علي انا بديك جسدي زبيحة قدموا اجساتكم زبيحة الله يشتاق شوفوا ابونا ابراهيم لما راح قدم اسعاد انا سعاد عاوز اشوف ربنا كان بصصته ازاي وهو واخد ابنه حبيبه وحيده عشان يدبح نظرات ربنا ليه ايه في الوقت ده لانه مفيش حد عمل كده في الدنيا خد ابنك وحيدك اللي بتحبه قدمه محرق ابراهيم ابراهيم بالنية خلاص هقدمه لك ما يغلاش يا رب ما يغلاش حاضر وبعدين اول ما رفع السكينة قال له خلاص خلاص دي اغلى هدية جتلي من انسعا اغلى هدية جتلي من بشر ان واحد مستعد يقدم ابنه ليدي وفي اغلى من كده لأبارك انك وركا واكسر انك تكسيرا وتكون مباركا وانهال عليه بالوعود طيب اذا كنت ما تملكش حتى تقدم ابنك طب قدم نفسك قدم نفسك زبيحة اذا كان صعب عليك تقدم ولادك طب قدم نفسك زبيحة آآ وبعدين وهو بقدم اسحاق ابو نابراهيم رايح بمنتال حماس بيلف الهدية يعني بيلفها بمزاج واخد بقى الصبيان واخد الحطب واخد يعمل شغل مزبوط يعني مش رايح مكتائب بقى مسلا وعاوز ينسى حاجة عشان تبوز الحكاية يعني لا يرجع السكينة خدتوا السكينة خدتوا الحطب عشان نولع في الولد ايه هو ده ايه اللي انت بتفكر فيه ده الهدية تبقى ملفوفة هو فيه اغلى من ربنا اقدم له اغلى حاجة طبعا كمير هاو طبعا شوفوا بقى اشتياقاتها للقلب ده ربنا مستني حب زي كده طب عدم عمرك بلاش تقدم ولاهدك اذا كنتش قادر على ده تقدر تقدم نفسك تقدم هداياك مغلفة كده صلاتك تبقى فيها تركيز فيها جهاد فيها الصبر صومك فيه تعب عطياك فيها حب فتبقى كل هدية ملفوفة كده لفة حلوة ولا كروتة وخلص ربنا بيستقل الهدايا فكان فيه واحد كده طلعت في قلبه فكر الظاهر في قلبه خجول كان اوه معلمنا مرقو ازا كان خجول اوه شاب صغير وخجول طلعت في دماغه انه نفسي المسيحي يعايد ليلة العيد معانا وبعده مش قادر يقول له مكسوف مش من التلاميذ اللي اتنشر وشاب صغير وبتاعه لكن ربان ياسوع يلقط اللي في القلب على طول فيابدو انه كان مكسوف ومش قادر يتكلم بس عشمان عارف ان المسيح والتلاميذ كلهم من الجليل ومالهمش حتة في قرشاليم يتقوا فيها فايه شغلته الفكرة اه لو يرضى يجي بس ياكل ليلة العيد عندنا ليلة الفصح يعني قبل الفصح فهو ربان على طول قال للتلاميذ ايه روحوا هتلاقوا واحد شايل جرة قولوا له هو المعلم يتعشى فين في ليلة الفصح فاهمين الفكرة هو لقط على طول المسيح لانه قلبه على الحجد بيشتاء للحجد بيفرح بها المشغولية دي اللي شغل معلمنا مرقص وهو شاب صغير نفسي ربنا يدخل بيتي وياكل الليلة دي عندي قال له خلصهم قال له من غير ما تقول لي ولا نقول لحد انا هستجيب لي رغبتك انا ما برفضش الهدايا الحلوة دي ودخل بيته كانت احلى ليلة طبعا ولعلية بيت اول كنيسة وبعشاء رباني كل ده لانه في هدية عاوزة تتقدم استياقات الله الى اعمال حب احنا قلنا ربنا مشتاء لكلام حب لمشاعر حب لهدايا حب لوقت حب ربنا مشتاء حاجات تثبت انك بتحب حاجات تثبت انك بتحب دي موضوع مهم لان ممكن تقول له بحبك او يا رب وبعدين ما تعملش حاجة فتبقى بتوجع مش بقى بتفرح دي توجع بقى لما تبقى بتقول كلام بس وبتيجى عند الشغل وما تعملش حاجة دي على فكرة مرة مش حلوة دي اصعب على الانسان واصعب طبعا على ربنا ففي رؤية اتنين مثل واحد من الملايكة دول من الاسقفة دول قال له انا عارف اعمالك ومحبتك وخدمتك وايمانك وصبرك واعمالك الاخيرة اكتر من الاولى يعني الراجل ده تظهر واخد تدريب انه دايما كل سنة او كل فترة يزود في عمل ويزود في قانونه مثلا فيقول له انا واخد بالي ان صلواتك اكتر من زمان واخد بالي صيامك اعلى من زمان واخد بالي ان تعبك اكتر مع انك بتجبر بس انا واخد بالي واخد بالي لان انا بيفرق معايا الاعمال ولما تزيد اخد بالي اعمالك الاخيرة اكتر من الاولى طب كم واحد فينا هيتقال عليه كده اعمالك الاخيرة اكتر من الاولى يقول ربنا انا قاتي سريعا واجرتي معي خلي بالكوا الاية دي كان مقصود بها اكتر الاجرة الصلحة يعني مش العقاب الابدي لا يعني جاي فرحان عشان يوزع بقى الاجرة لاجازي كل واحد كما يكون عمله انت تعبت كتير قوي خد كل ده فربنا فرحان وهو جاي اشتياقات الله ان يكافئ من تعب من اجله بس هيدور انت تعبت ولا ما تعبت فين التعب اللي تعبته فين الشغل اللي عملته فبيبقى عاوزك تشتغل عشان تكسب مش عشان هو صدقوني ربنا مش مستني مننا ولا حاجة ولا تعب انما بيقول اعطوني لاشرب عشان تكسب في الاخر اجر سماوي ضخم بيقول من اجلك احتملت العار غطى الخجل وجهي المسيح لو المكتب انطبق عليه وعلى اي شهيد وقديس لما الواحد يتألم من اجل المسيح يا عند ربنا تكبير عاوي لما الواحد يخد له علمين كده من اجل المسيح ولا كلمتين فعظمه طوباكم اذا طردوكم وعيروكم من اجلي اجركم عظيم في السماء ليه مش انتو بتتعبوا عشاني تتهانوا عشاني تباك اكشت ما يعني لا ودال عشان خطري كبير عاوي عندي يبقى ربنا بيستاء الى الى جو كل حب احنا حياتنا نشفى مع انه ممكن نخلي كل يوم مليان حب بمعنى ايه؟ هتقولوا مش دايما القلب بيسعف يعني ساعات المشاعر تبقى برد طب والاعمال طب والكلام طب والوقت يعني اذا خزلك شعور يعني عاوز تقدم لربنا حب بس قلبك مش مساعدك بيحصل كده في وقت انك مش عارف تنفعل مش عارف تتوب بصدق من جوه طب ماذا عن وقت الحب؟ ماذا عن اعمال الحب؟ ماذا عن كلام الحب؟ ماذا عن كأس الماء البارد؟ ما تخلوا الحكاية كلها قصة حب؟ انجيل دا مرة واحد فلسوف قال كده قال دا احلى قصة حب في تاريخ البشري قصة رومانسية جدا بس البطل ربنا البني ادم هو الدراما اللي في القصة هو المأساة اللي في القصة انما ربنا حب على طول الخط من اول صفحة الاخر صفحة. تب ما تخلي عمرك كمان قصة حب. تتمتع بعمرك وتتمتع بالابدي. لما يبقى كل يوم عبارة عن يوم حب. مشروع حب. هتقدمه في صلاة. هتقدمه في كلام في قلبك. هتقدمه في تعب. هتقدمه في كباة مية لوحد غلبان. هتقدمه في دعوة حلوة. هتقدمه في شعور بس مكتوم ما حدش شايفه بس ربنا حسه. كل ده حلوة عند ربنا. طبعا انت لو عاشت كل يوم من ايامك. في جو حب. لقيت حياة فرقت تماما. وبقت عمه حل وقاوي. وفي نفس الوقت طبعا انت داخل على السامحات في برضو. لانك انت مشيت في التراك المزبوط. لان الله محبة. ومستني محبة. مش مستني اكتر من كتب. قد غفرت خطاياها الكثيرة لانها حبت كثيرا. ربنا اكتر حاجة يقسها طول الوقت الحب. يعني ازا كان حاجة بتتقاس في الانسان طول الوقت. اربعة ورشين ساعة في ستين دقيقة. هي كم تحبان? او قاتوا حبوني يا فلان? اكسبريس بقى وريني. ده طول الوقت السؤال ده زي العدات كده بيعد عليك. تحبين يقول الله. طول الوقت. والحب ده بقى بيبان في كل كلمة طلعة. في كل نظرة. في كل تعبير. في كل دقيقة. لالهنا كل مجد وكرامة لابد. امين.